عادة في المسلسلات الكوري بيكون في فريق البطل الأول وفريق للبطل الثاني اللي أنا منهم طبعا المرات دي بقى المخرج نوي على شره وحطلنا أربع أبطال وعمل مسلسله بأربع نهايات علشان نفهم أكتر كما الفيديو الآخر ولكن قبل ما نبدأ تأكد ناك عامل لايك الفيديو وسبسكرايب في القناة لو أنت لسا مش مشترك وكمان فعل جرز الإشارات عشان يوصل لك كل جديد ويلا بينا نفتدي عيلة فقرية اسمها مينا دايما لما بتقرب من أي حد بيحصل له مصيبة اتنقلت لمدرسة جديدة والإشاعات انتشرت فكل زمايلها بقوا خايفين مع داون رحب بها قوي وبقى يساعدها كمان لأنهم صحاب من الطفولة وعلشان يساعدها أكتر ويخليها تندمك في المدرسة أسرع خلاها تشترك في الإزاعة وده خوف زمايله جدا ورفض وجودها لحسن تنحسهم ولا حاجة فقال لهم يا جدعان دي شطرة جدا طب إيه رأيكم أخليها تعمل المقابلة مع رون كده كده محدش منكم عارف يكلموا فلو هي عرفتها تقبلوها معنا وافقوا فخدت بعضها وراحت على رون الولد الرياضي الوسيم شرف المدرسة كلها قعدت متنحة فيه وهو بيتدرب ومخدتش بالها انها كده معطلاهم غير لما زعق لها بنفسه استنت لبعد التدريب وبدأت تسأله الأسئلة اللي معايها بس لحظت انه هو تعبان فقالت له خلاص نأجلها وجاية تمشي وقفة هو علشان احترامها انها قدرت تعبه وكم وكافأة ليها هيجاوب على الأسئلة لسه هيجاوب شاف كرة غلط جاية عليها فعلشان ينقذها خبطته هو ويده تصابت وانتشر الخبر في المدرسة كلها وبدأوا يتأكدوا ان الاشعاد دي حقيقية وهي نحس فعلا لدرجة ان مدير المدرسة امر رون يبعد عنها لحسن تضر ولا حاجة وهم دخلين على مسابقة ومش نقصين سمعت الكلام ودهيت قوي واستخبت فقودة التغزين تعيت لها شوية زهر لها هناك تشاني ولد لطيف قوي حاول يخفف عنها وكان فرحان قوي نمعها علشان جميلة ولسه كان هيقول لها على سر جد لها رسالة من رون عايزها قدامه حيلا رحت له ويارتها مراحت لان من وقتها جررها وراف كل حتة تساعده مع انه قال لها ان الاصابة مش بسببها اصلا بس لا مانع يعني من استفزازها شوية او كتير بصراحة من كتر ما قد وقت سوا عمل حاجة مفيدة وعلمها ازاي تلعب فبقت مجغولة معاه ومطنش ده وانصحبها اللي طبعا ماستحملش الوضع ده وراح على رون وضربه علشان بيستغل مينة فقال له ايش حشرك بينا ولا تكونش يعني معجب بيها فوالله ما كذب طلع معجب فعلا بكل تنحى قال له اهلا وسهلا عمل لك ايه يعني انا هرتبط بيها خلاص في اللحظة دي بقى دخلت هي وسمعت كلامهم وما بقتش فاهمة ودايها قوي اصلوب اللي اتنين بالذات رون اللي حاول يقرب لها فجأة فمشيت وسبتهم من بعدها فضل يتجاهلها صاحبها اما رون فالاول مرة دخل الفصل يحضر علشان بس يكلمها لأ مضحي مع كل ده بقى معبرتهوش والعشق الولهان بقى يتخيلها في كل حتة وما لقاش فرصة يتكلم معاها الا لما كانت بتصوره للمقابلة ولما عبر لها عن مشاعره احتقرته قوي لانها فاكرة مرتبط فايه جو الحج متولدة بس الوض مظلوم والبت تبقى قربته مش مرتبط بيها ولا حاجة كلمها بعدها وطلب منها تجيله تودعه قبل ما يروح يلعبه ولو ما جاتش يبقى هيخسر بسببها فضل مستنيها وفعلا جات له ففرح قوي وفز لفريق مدرساتهم وكانت هي بتشجعه من الفصل وتعرف في المدرسة كلها انهم هيرتبطوا طب دي الاحداث لو كانت اختارت الرياضي طب يا ترى ايه اللي هيحصل لو اختارت صاحبها من الطفولة هنرجع كده الوقت ايه ما شافتهم بيتخنقوا وهيسألها رون هو دون يقرب لك ايه فقالت له صاحبي القديم وهزقتهم هما اللي اتنين ومشيت رحت على بيتها وقعدت تفتكر في ذكريات الطفولة معاه ولما رجعت للمدرسة تاني لحظت اصلول غريب معاها فعلشان شافها بتتوه في الموضوع اعترف لها بمشاعره بشكل مباشر وللأسف ما كانش فيه اي رد من ناحيتها حاولت بعدها تتعامل معاه عادي بس هو تنشها فزعلت ورحت لفصلها والازع كانت شغالة والولد كان بيقرأ اهم الكصص اللي اتبعتت لهم واللي منها قصة دون وازاي بيحبها بقت سمعاها ومتأثرة قوي انه بيحبها من الطفولة ولحد دلوقتي بيهتم بيها فهم زميلهم الوضع اللي بينهم فحاول يقربهم خليها تقدم معاه الإزاعة ومن حظهم الفقري فتح المايك بالغلط وكل كلامهم بقى على الهوى وحبكت وقتها تعترف له بمشاعرها ويرتبطوا كمان مباشر كده وكل المدرسة سمعاهم طب ده بالنسبة لأول بطلين طب الباقي فين؟ نرجع لوقت ما كانت قعدة معتشاني في قضة التخزين وعايز يقول لها على سر المراضي قاله لها ومفيش حاجة قطعتهم طلع شافها قبل كده سألته إمتى يا ابني جري ومرضيش يعرفها ففضلت تجري وراه لحد ما شافت فيه الشهد جوهو وده الإكس بتاعها اتعرفت عليه وقت ما كانت في مدرستها القديمة وشافها أول مرة بتعايت وتصحف الباص فعرض عليها تكل معي ابن ناجنتل على فكرة ومن وقتها بقى اتعلق بها جدا ورح رسمها ووقف بالرسمة قدام مدرستها يدور عليها لها إن هو تنقل جديد فاتجهلته نوعا ما ورحت لفصلها اللي اتطردت منه على طول بسبب تشاني فصعبت عليه وقعد يرقص معاها يفرحها بدل ما هي متزنبة كده فآخر اليوم بقى عند دكتورة المدرسة سمعت إن هو مصاب فدقيت إنه بسببها لإنه وقع وهي بتجري وراه فحاول يقنعها إن يا بنتي أنت مش فقر ولا حاجة دي غلطتي أنا اللي مخدتش بالي وجي وقتها اعتذر لها جوه إن هو مالتزمش بوعد ويقابلها زمان ولكن ده كان بسبب إن هو عمل حدثة بس هو الحد دلوقت بيفكر كانت عايزة تقوله إيه لما يتقابلوا فقالت له كنت هقولك نسيب بعض صدمة كبيرة الحمد لله إني مروحتش رجبوا الاتنين الباس اللي فارم الفجأة وسبحان الله لحقها قبل ما تقع فدلوا قاعدين جن ببعض الحد ما سواء نزلهم يركبوا باس تاني لإن ده وقف نزلوا في المطرة ودلها الجاكت بتاعته علشان ابننا شهم كلامه معاها وإن هو لسه بيحبها خليها تقتنع تقوله الحقيقة وإن هي شفت الحدثة أصلا وكمان رحت له المستشفى بس ما قدرتش تدخله علشان حست إن حصل له كده بسببها اتفاجئ قوي من طريق تفكيرها بس فرح إنها ما كانتش نوية تبعيد عنه أصدى قاعد يقنع فيها إن دي مش غلطتها وإن هو الوحش في علاقتهم أصلا علشان صائع شوية فخدتها فرصة أمره يبطل خنقات ويحضر في المدرسة ويكون طالب مثالي وطبعا يفضل متمسك بها على طول وساعتها وصل الباص وركبه سواء بس المرادة وهما مع بعض طب ماذا لو اختارت الولد الكيوت فاكرين لما سألها كنتي عايزة تقولي إيه قالت له وقتها إن هي حابة تسيبه علشان كده ما رحتلوش المستشفى أصلا وإن ده إحساسها نحيته لحد دلوقتي قاعد الواد الكيوت شاني ده يهديها وقال لها إن الحادثة بتاعة الواد مش غلطتها أصلا واتفق معاها يكون زي ملكها الحارس ويدلها كل حظه وفعلا بقى يساعدها كتير قوي فقعدت تتكلم عنه في الإزاعة وإزاي هي بتحبه وقارت رسالة من طالب زمالهم بيقول اتمنوا لتشاني يرجع لنا بالسلامة لإنه عمل حادثة من شهور ولحد دلوقتي فاقد للوعي اتصدمت من اللي بتقرأه وجريت على مكانهم المعتاد لقيته بيودعها واختفى والله هنا لو ما كانها أترعب وما لأنا كنت بكلم مين راحت بعدها للمستشفى وشفته فعلا على السرير فاقد للوعي وطلع شافها قبل كده وقت ما حصلت حدثة لحبيبها هو كان من الضحايا برضو من وقتها للأسف نفقش زعلت عليه قوي بس اتمنت له يفوق من تاني وفعلا بعد سنة شفته داخل المدرسة بدحكته الجميلة وصحابه كلهم حواليه اللي ماهتمش بولا واحد فيهم على قد ماهتم بيا هي لأنك بتتحكله من الودن للودن والله أنا مقدرة محاولات المخرج والكاتب حاجة كرياتف وكده بس أنا برضو حبيت الأربع نهايات يعني انتو بدل ما تحيرونا بين اتنين حيرتونا بين أربعة حد هنا احنا خلصنا الفيديو بتاعنا ما تنسوش لو عجبكو الفيديو تدسووا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناة وهو اشتراك يعني وتفعلوا جرس الإشعارات ولو عندكو تيك توك تابعوني عليه وكامين تابعوني على الانستغرام باي